جبل ما أقول لحضرتك على البركات يا خنزار بنلاقي أنه اللي بيقع تحت اضطهاد على فكرة هو قوي بتلاقي في أغلب الحالة المضطهد هو الطرف الضعيف هو ليه بيضطهد؟ هو بيضطهد علشان عاوز يدفع عن فكرة معينة هذه الفكرة تحتاج إلى دفاعه لكن المضطهد لا هو عنده فكرة عنده يقين عنده يقين واخد لبالك في نفس الوقت أنه للأسف حتى بنلاقيها عمليا يا خنزار كل من هم في السلطة خصوصا لما يجي في موضوع المسيحي الذي عبر من خلفية إسلامية بنلاقيه تحت الضغط وترهيب وترعيب مش من القانون على فكرة ممكن يكون الدول دية بتنادي بحرية الأديان لكن للأسف بتلاقي من القائمين على تنفيذ القانون من قناعتهم هم الشخصية من وجدانهم الخاص من ثقافتهم المتراكمة واخد لبالك فبناء على كده بتلاقي فيه مشاكل كتير وبيسيء استخدام السلطة عشان كده يقول لك واحدة من الحاجات يقول لك الاضطهاد جنون الاضطهاد أو دعم ده عرض من أعراض الاضطراب النفسي يعني تخيل لما واحد يروح قسم الشرطة المفروض يتعامل معاملة آدمية هو لو فيته ما يقيمها عليه لكن بيتلاقي القائمين في قسم الشرطة بيمارسوا عليه هذه العزمة ده يدل على اضطراب نفسي وضعف وخيفين على الدين بتاعهم لأنه بيحتاج لحماية وعلى فكرة ده لا يقتصر على المسيحيين كمان لما بيقعوا تحت اضطهاد ودي حاجة بتقرقني جدا لما لجي المسيحيين اسميا بيطلع في مظاهرات ومسكين صليب يقول لك بالروح بالدم نفديك يا صليب الكلام ده غير كتابي طبعا غير كتابي غير كتابي